الرئيس السيسي يبحث مع مدير وكالة الاستغبارات الأمريكية تعاون سنائي ودعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط وفي احتفال الشرطة بعيدها الرئيس السيسي يؤكد نجاح مصر بنسبة كبيرة في القضاء على الإرهاب ويتني على رفض الشعب لدعاوى الهدم والتدمير والفوضى بعد عام من توقفها استئناف التحقيقات من فجار مرفأ بيروت بتوجيه الاتهم لخمسة مسؤولين والإفراج عن خمسة آخرين تسع مساء في القاهرة السابع بتوقيت جرينتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي متنة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة على الصعيد الأمني والاستغباراتي ودعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز حيث أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن لقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالمسؤول الأمريكي وطلب النقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤكداً متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات من جانبه نقل السيد بيرنز إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس بايدن وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية مع تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر التي تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار به بقيادة السيد الرئيس لسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين فضلا عن تبادل يجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول استعراض الاستعدادات التحضيرية للقمة الأفريقية السنوية المقبلة والتي من المقرر لها أن تنعقد خلال شهر فبراير القادم وكذلك تباحث بشأن القضايا المشتركة وقدم رئيس السيسي التهنئة لرئيس ماكي سال على الرئاسة الناجحة للاتحاد الإفريقي خلال عام 2022 والتي جاءت في عام شهد العديد من التحديات الدولية والإقليمية وكانت لها تدعيات كبيرة على كافة الأصائد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية من جانبها أعرب رئيس ماكي سال عن خالص التقدير والعرفان للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقية وهو ما عكس حرص مصر بقيادة سيد رئيس على إعلاء المصالح المشتركة للدول الأفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن يوم الخامس والعشرين من يناير يعد رمزا ليس فقط لعيد الشرطة وتكريما لبطولات رجالها وتضحيتهم وإنما هو أيضا عنوان لروح التحدي لدى الشعب المصري الذي خرج منه أبطال الشرطة ليقفوا في وجه المحتل الغاصب وخلال كلمة سيادته في احتفال الشرطة بعيدها الحادي والسبعين أكد الرئيس السيسي على قدرات المصرية على تحدي المستحيل ذاته والوقوف أمام المحن والشدائد إن القدر شاء أن يكون هذا اليوم رمزا ليس فقط لعيد الشرطة وتكريما لبطولات رجالها وتضحيتهم وإنما عنوانا لروح التحدي لدى الشعب المصري الذي خرج منه أبطال الشرطة ليقفوا في وجه المحتل الغاصب يوم الخامس والعشرين من يناير مولنين بالأفعال وليس بالأقوال أن الموت من أجل الوطن أهوى من قبول الهزيمة والاستسلام لها شاء القدر أن يظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر عنوانا على قدرة المصرية على تحدي المستحيل ذاته والوقوف أمام المحن والشدائد كما الجبال لا تؤثر فيها الرياح واستمرت هذه الروح العظيمة تسري في وجدان شعبنا حتى اليوم تزويدنا بمدد لا ينقطع من القوة والصمود ليعيننا على تحديات الظهر وتقلباته وقال رئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة مرحلة صعبة من التقلبات السياسية والاقتصادية وخلال كلماته في احتفال الشرطة بعيدها الحادي والسبعين شدد الرئيس السيسي على أن المصريين رفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى مؤكدا أن بناء الدول لا سبيل له دون الحفاظ على الأمن القومي فخلال السنوات الأخيرة كان الروح التحدي تلك حضور لافت في الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها مصر وإذا نظرنا بموضوعية وإنصاف إلى هذه السنوات لوجدنا أن قليلا من التقديرات ذهبت إلى أن مصر ستعبر هذه المرحلة ستعبر هذه المرحلة الصعبة من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بسلام ولكن وكما هي عادة المصريين بروح التحدي والصمود الجبارة التي يملكونها حافظوا على دولتهم وحموا بصدرهم نكتسباتهم التاريخية ورفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى ودعموا مؤسساتهم الوطنية وتحملوا بصبر وشموخ طريق الإصلاح والتطوير من أجل أن تعبر مصر مرحلة الخطر وتذبيت أركان الدولة أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن تطورات المشهد الدولي مثل أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية انعكست على العالم كله واشدد سيد رئيس على الالتزام بمساندة كل المصريين لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية إن تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية حملت للعالم بأسره ونحن جزء منه أحداثا غاية في التعقيد بدأت بجائحة كورونا ثم الأزمة الروسية للأوكرانية وهي تطورات لم تحدث منذ عقود وباتت تنزل بتغييرات كبيرة على المستوى الجيوسياسي والاقتصادي الدوليين هذه حقائق انعكست بشكل سلبي على الغالبية العظمى من دول العالم وفي مصر كان شاغلنا الشاغل منذ البداية هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري وكان التوجيهات المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين بأقسى ما تستطيعه قدرتنا كما شادت الرئيس السيسي على أن الدولة تعمل في كل القطاعات لأنها تحتاج لمواجهة حقيقية وأوضح الرئيس السيسي أن الشبكة القومية للطرق كانت ضرورة لابد منها النهاردة إذا كنا نتكلم على الأقل 1.5 تريليون جليه لموضوع الطاقة اللي هو موضوع الكهرباء والغاز هل كان ممكن النهاردة الدولة المصرية تستمر وأعايز أقول أن في خلال السبع سنين اللي فاتوا دول يعني إحنا زدنا 14 مليون وفي العشر سنين من 2011 للنهاردة زدنا يجي 20 مليون هل كان ممكن النهاردة وإحنا كان عندنا أزمة كهرباء أن ما يتمش عمل التطوير للبنية الأساسية في الكهرباء عشان تجابة الطلب وأيضا التنمية اللي نحن نستهدفها كان ممكن أن يحصل هذا أنا أتكلم في أسئلة واضحة جدا لنا كلنا أسئلة محتاجين أننا نتوقف منها لأن هناك محاولات دايما لتضليل الناس وياخدوهم في حتة تانية خالص أنا عند ثقة في الناس وعند ثقة في الشعب المصر لأنه فاهم ده وشايفه بس أنا أأكد عليه طيب حاجة تانية زي مثلا مشروعات الخاصة به الشبكة القواملة الطرق والنقل هل كان النهاردة ممكن المواني المصرية يكون لها دور في التجارة العالمية وإحنا في منطقة في منتهى الأهمية وتمر منها قناة سويس ويمر منها 17-18% من التجارة العالمية أن موانينا في مصر ما يكونش جاهزة لهذا التطوير وهذه التنمية المحتملة هل كان شبكة الطرق وشبكة النقل اللي موجودة اللي النهاردة احنا دخلين في حوالي 1-7-81% ويمكن نصل إلى 2 تريليون جنيه هل احنا كان ممكن ما نعملش ده ونسبع كده كما قال سيد رئيس عبد الفتاح السيسي أن دخل قناة السويس عندما قررت الدولة تطويرها كان 4.5 مليار دولار سنويا وبعد تطويرها ارتفع دخل القناة ليصل إلى نحو 8 مليار دولار حاليا متوقعا أن تصل إرادات القناة إلى ما بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويا هل كان ممكن قناة السويس اللي كان دخلها 4 وفي أحسن الحالات 4.5 مليار دولار ما يتمش تطويرها وييجي النهاردة بعد تقريبا 7 سنين يكون دخلها السنة دي وصل لـ 8 مليار دولار هل كان ممكن أن نتجاوز ومنطورش القناة دي عشان تجابة التطورات في التجارة الدولية ونسيبها زي ما هي كده ومنستفدش بالرقم اللي أنا بقول عليه دلوقتي واللي احنا منتصورين عندما عملت الدرسات لموضوع قناة السويس أنها تستهدف الوصول إلى 10 أو 12 مليار دولار سنويا هل الرقم ده جنب الرقم اللي تم تطوير القناة في ساعتها يعتبر رقم كبير كما أكد رئيس السيسي نجح مصر بنسبة كبيرة في القضاء على الإرهاب وأعلن عن تنظيم احتفالية كبيرة في العريش ورفح والشيخ زويد بهذه المناسبة موضوع الإرهاب الحمد لله نجحنا بنسبة كبيرة جدا نحن نخلصه وفي احتفالية نحن نعملها مش هنا في مصر نعملها في العريش ورفح والشيخ زويد دولة الرئيس لما رأي حينك كان أول مرة تنزل من سبع سنين أولا ثمان سنين طيارة بالوزراء وبدولة الرئيس مش كده أول مرة ننزل طيارة في العريش في مطار العريش بعد ثمان سنين مش قادرين نعمل ده طيب أنا هروح نعمل الاحتفالية دي والعريش زماهية ورفح زماهية لا لازم نأكد قدرة الدولة المصرية على أن هي ما فيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها ما حدش يقدر كما وجه الرئيس سيسي بإنتاج أعمال درامية تجسد بطولات رجال الشرطة المصرية لتعريف الجيل الحالي بما قدموهم من تضحيات لخدمة الوطن ودع الرئيس سيسي إلى إنتاج أعمال درامية قصيرة لكل شخصية لعبت دورا بطوليا في جهاز الشرطة وعايز أقول لكم أننا محتاجين اللي أنتم عملتوا ده لو طلع حتى مسلسلات كل مسلسل خمس علاقات لكل شخصية من الشخصيات اللي أنتم ذكرتوها دي هتعرفوا الناس قد إيه يعني بيقولوا ولادة للأبطال وللرجال اللي الظروف قدمتهم بس الناس ما تعرفوهمش وإن كانت تعرفتهم ساعتها ما تعرفوهمش دلوقتي فأتصور أن احنا محتاجين نطلع الشخصيات دي بالشكل اللي يليق بيها مش لازم بمسلسل طويل يعني ياخد مدة طويلة لكن يعني فقرة حتى كده خمس حلقات لكل شخصية والدراما تشتغل فيها وتقدم من الصورة اللي احنا محتاجين مش نحسنها نحافظ على حسنها الصورة اللي احنا محتاجين نحافظ على حسنها اللي هي صورة المصري اللي بيعمل في القطع ده اللي هو مصري اللي احنا كان حاولها كبيرة جدا اتعاملت خلال السنين اللي فاتت واللي كان آخرها من عشر سنين ولا أكتر كان الهدم كان هدفه حلوحدة ان الجناح ده ما بقاش موجود عشان البلد تتاخد هو كده اللي عايز يعرف نكسر الشرطة ليه عشان ناخد البلد نكسر الجيش ليه عشان ناخد البلد او نضيحها اشتركوا في القناة 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 عبد الكريم درويش ومونة دولفقار كريمة البطل صلاح دولفقار وآخرين هذا وقد وضع سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصول سيادته إلى أكاديمية الشرطة إكليل من الظهور على النصب التذكري لشهداء الشرطة خلال احتفالية عيد الشرطة شهد الاحتفال بعيد الشرطة وزير الداخلية محمود توفيق وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية وقبل انتلاقي الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة توسط رئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية ضمت رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الداخلية وعددا من قيادات الداخلية عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة في الفترة الراهنة وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الوقوف على سير العمل بمختلف المشروعات في مجال الكهرباء باعتباره قطاعا حيويا يرتبط بمختلف مسارات التنمية كما طلع رئيس الوزراء على آخر التطورات في مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك سير العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير ورفع كفاءة شبكات وتوزيع ونقل الكهرباء أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم وتطوير تلك المشروعات وسعي الاتحة المزيد من البرامج والإجراءات لتهيئة المناخ اللازم لتشجيع ونمو هذا القطاع المهم جاء ذلك خلال القائمة بولي مع رئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز وفي ختم اللقاء كلف رئيس الوزراء بتوسع في جهود التسويق للمنتجات بمختلف الوسائل لافتا إلى أهمية التنسيق مع المسوقين العالميين عبر الإنترنت لتسويق منتجات العارضين في معرض تراتنا شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد بين حكومتي مصر والصومال سمن رئيس الوزراء هذا التعاون مؤكدا أنه يعزز أهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الشاملة في البلدين ويصهم هذا التعاون السنائي في إعادة الهيكلة ونقل الخبرات المصرية في تخصصات الاتصالات المختلفة وكذلك دعم الشمول المالي من أجل تحسين مهارات التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لأصحاب المهن الحرفية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس المصلحة المشتركة ونقل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات في مجال الرقمنة من أجل التنمية المستدامة الشاملة كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ونظيرتها الفلسطينية بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد تضمنت مذكرة التفاهم أيضا تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين وتنسيق المواقف في المحافلة الدولية والإقليمية وكذلك تبادل الخبرات فيما تعلق بالأنشطة ومشروعات قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وأفضل الممارسات التي تساعد الطرفين في أداء مهامهما بصورة أكثر فعالية وتسهم في تقليل كلفة الأعمال أعرب المناسق العام للحوار الوطني ضياء راشوان عن ترحيب مجلس أمناء الحوار بدعوة وزير المالية محمد معيط لإجراء حوار مجتمعي حول موازنة العام المالي الجديد وما يرتبط بها من قضايا مالية واقتصادية أضح المناسق العام للحوار الوطني أن جدوى الأعمال الحوار يتضمن محوران اقتصاديا يشمل ثمن لجان فرعية منها واحدة مخصصة للموازنة العامة للدولة بكل تفاصيلها وتتوزع القضايا الأخرى التي شملتها دعوة وزير المالية على اللجان الأخرى بالمحور الاقتصادي رحب المنسق العام للحوار الوطني بشمول الحوار المجتمعي الذي دعا إليه وزير المالية ضمن فعليات الحوار الوطني الذي سيبدأ جلسات لجانه خلال فترة قصيرة تعقد تنسيقية شباب الأحزاب وسياسيين ورشة عمل حول الدراما المصرية وصناعة المحتوى وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصرية وذلك ضمن نقاشات الحوار الوطنية تتناول الورشة مناقشة عدة محاور منها دور القوى الناعمة وتأثيرها المباشر في بناء الأجيال وتأثير عصر الرقمنة والمنصات الإلكترونية على صناعة المحتوى بالإضافة إلى كيفية استخدام الفن والدراما لتعظيم موارد الدول اقتصاديا وإصلاح البنية التشرعية لتسهيل حركة الإبداع والفن ودور شركات الإنتاج الفني بين الرسالة الفنية والاستثمار توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمية وتمكنت جهود الوزراء خلال 24 ساعة من ضبط 634 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغة 313 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المعدومة تم ضبط 98 طن أما في مجال عدم توريد أرز الشعير والحجب والبيع بأزيادة من السعر الرسمي للأرز الأبيض فقد تم ضبط 207 أطنان أما في مجال البيع بأزيادة من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط 9 أطنان وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 497 قضية من بينها 189 قضية خبز نقص للوزن و115 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال القضايا التمونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 123 طن ترأست مصر اجتماع الدورة السادسة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والذي نظمته الأمانة الفنية للمجلس وفي كلماته خلال الاجتماع أعلن وزير الاتصالات عمري تلعط اعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات مؤكدا أن القضايا المطروحة في وثيقة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات ستكون بمثابة خارطة طريق على مسار العمل العربي المشترك هذا وشهد الاجتماع اعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات واجه قادي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت اتهمات إلى سمانية مسؤولين لبنانيين كما قرر اطلاق صراح خمسة محتجزين وأوضح مصدر لبناني أن من بين المطلق صراحهم في القضية عمالا ومتعاقدين كانوا يعملون في المرفأ قبل انفجاره في عام 2020 من جانبها قالت المتحدثة باسم ضحايا الانفجار إن استئناف التحقيق المتوقف منذ أكثر من عام أسعد أقارب الضحايا كان الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس من عام 2020 قد أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا فضلا عن تضرر العاصمة بشكل كبير تقدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نوافى الصباح اليوم باستقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح وكانت الخلافات قد تجددت بين الحكومة ومجلس الأمة بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد وأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية ويعود الخلاف إلى مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين خاصة المالية منها والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها حيث أكدت الحكومة موقفها بشأن أعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان دون تعهدات إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الغد والموجهين إلى وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء نشرتنا متواصلة معكم وفيها حراك أوروبي مكثف لتزويد كييف بدبابات يوفارد الألمانية وفلندا تلوح بإرسال الدبابات دون إذن من برلين ذكرت الرئاسة الروسية الكراملين أنه لا توجد خطط لعقد اجتماع بين رئيس الروسي بلادمر بوتين والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الدارية رفايل جروسي في الوقت الحالي وقال المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف لوسائل الإعلام أنه لا توجد خطط حاليا لعقد هذا الاجتماع لكن موسكو مهتمة بموصلة الاتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الدارية في ضوء الأدلة التي تشير إلى أن الجيش الأوكراني يخزن أسلحة في الأراضي التابعة لمحطات الطاقة النووية إلى ذلك قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سرجي نارشيكين أن أوكرانيا تنشر أسلحة وذخائر خلف المفاعلات النووية في محطات الطاقة وأوضح المسؤول الروسي أن قيادة الجيش الأوكراني تخفي دخائر وأسلحة على أراضي محطات الطاقة النووية مرجعا السبب في ذلك إلى إدراك كيابا أن القوات المسلحة الروسية لن تقدم على ضرب تلك المناطق حفاظا على أمن وسلامة المنشؤات النووية أعلن حلف شمال أطلنطين نيتو أن وزير خارجية لتوانيا سيتواجه غدا إلى العاصمة البلجيكية بريكسال للاكتماع مع الأمين العام للحلف يانس ستوتنبرغ لبحث أحدث التطورات فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا من جانبي قال رئيس الوزراء البولندي إن بلاده يمكنها إرسال دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا دون الحصول على إذن من برلين مشددا على أنه سيوصل الضغط على الحكومة الألمانية نضغط باستمرار على الحكومة في برلين لدفعهم لمشاركة دباباتهم من طراز ليوبارد لديهم أكثر من 350 دبابة ليوبارد نشطة ونحو 200 دبابة أخرى في المخازن لذلك تستطيع ألمانيا حقا مساعدة أوكرانيا اليوم لأن هذه المعركة تعني الكفاحة من أجل تحقيق الأمن والسلام في أوروبا أعلن وزير خارجية العطفية أن بلاده تعتزم وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا تبتداء من الرابع والعشرين من فبراير القادم في الأثناء قررت روسيا خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أستونيا وطالبت وزارة الخارجية الروسية مبعوتا أستونيا بمغادرة موسكو الشهر المقبل مضيفة أن قائمة مؤقتة بالأعمال وقائما سيمثل مصلحة كل دولة منهما في عاصمة الأخرى بدلا من السفير وأوضحت الخارجية الروسية أن هذا الإجراء جاء ردا على تحرك من أستونيا لتقليص حجم السفارة الروسية في العاصمة تالين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا و45 مليون يورو أخرى لتدريب وحدات عسكرية أوكرانية في دول أعضاء في الاتحاد وقالت مصادر ديبلوماسية إن وزراء خارجية دول الأعضاء في الاتحاد وافقوا خلال اجتماع في بروكسل شارك فيه عبر الفيديو كونفرانس نظيرهم الأوكراني ديمترو كوليبة على تخصيص المبالغ المالية لكيافة من صندوق المرفق الأوروبي للسلام حصى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل زعماء دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدما في محادثات بشأن استخدام أصول البنك المركزي الروسي المصادرة لإعادة أمار أوكرانيا وقال ميشيل إنه يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة لتحقيق أرباح يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة الأعمار كان الاتحاد الأوروبي قد جمد 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي في نوفمبر في إطار العقوبات المفروضة على ماسكو لسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا اشتركوا في القناة قال توني دانكر المدير العام لتحد صناعة البريطاني إن بريطانيا تتخلف عن نظيراتها في السابق لتحفيز النمو الاقتصادية وأضف أنه يتعين على رئيس الوزراء ريشي سوناك التحرك الآن لتعزيز الاستثمار وسد النقص في الأيدي العاملة وتجنب حدوثي فوضى بسبب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تبنت الحكومة الفرنسية خلال اجتماعها خطتها المتيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد وأكدت الحكومة تصميمها على المضي قود من دون تقديم أي تنازلات حول المطالب الرئيسية للنقابات العازمة على تصعيد التعبئة بعد انطلاقة حاشدة ناجحة وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين بحسب استطلعات الرأي ترفض البند الأساسي في هذا الإصلاح ويقضي بمد سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت تايلن إن الولايات المتحدة تريد أن يتم تحقيق تقدم أسرع في خطة البنك الدولي لتوسيع قدراته على الإقراض لمعالجة الأزمة العالمية وتدعو خرطة طريق التطور للبنك الدولي البنك للتفاوض مع المساهمين قبل اجتماعات أبريل بشأن مقترحات تشمل زيادة رأس المال وأدوات إقراض جديدة وتمثل الخطة بداية عملية التفاوض لتغيير مهم في البنك وموارده المالية والمستخدمة منذ إنشائه في نهاية الحرب العالمية الثانية قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجير يابكوف إن الوضع الحالي في العلاقات الروسية الأمريكية لا يسمح بعقد اجتماع لمناقشة معاهدة ستورت الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية وقال نائب وزير الخارجية الروسية إن من وصفهم بأعداء روسيا يفاكمون المخاطر في أوكرانيا بتسليمها الأسلحة وفي السيق آخر عشر المسؤول الروسي إلى أن السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا سيصل إلى موسكو خلال أيام أعلنت وزارة الدفاع التايوانية تعقب تسع تائرات عسكرية صينية وأربع صف بحرية حول تايوان خلال 24 ساعة ماضية وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنه ردا على ذلك أرسلت تايوان تائرات وسفن بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن للجيش الصيني مشيرة إلى أنه لم تعبر أي طائرة تابعة للجيش الصيني خط الوسط لمضيق تايوان كشف لدعاء الألماني عن محاولة جماعة إرهابية اختطاف وزير الصحة وقتل حراسه تمهيدا للإطاحة بالحكومة الألمانية ووجه الادعاء الألماني التهمة لخمسة من المشتبهي بانتمائهم لجماعة إرهابية بجريمة الخيانة العظمى لطوروتهم في هذه المحاولة وبحسب الادعاء فإن المشتبه بهم قد أجروا تحضيرات ملموسة على نحو متزايد وشكلوا فرعين منفاصلين لجماعتهم أحدهم عسكري والآخر إدارية والمشتبه بهم الخمسة هم رهن الاحتجاز منذ العام الماضي عندما كشفت السلطات لأول مرة عن تفاصيل تلك المؤامرة في إطار زيارته لدولة جنوب السودان التقى وزير الموارد المائية والرية هاني سويلم النائب الأول رئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار وخلال المباحثات أكد وزير الرئي أن المشروعات التي تنافذها مصر تهدف لخدمة مواطني دولة جنوب السودان من خلال توفير مياه الشرب النقية والحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على الصحة العامة كما التقى سويلم جيمس واني نائب رئيس الجمهورية والمسؤول عن القطاع الاقتصادي بجنوب السودان تناول لقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات كما التقى وزير الرئي مع تابعان دينج نائب رئيس الجمهورية والمسؤول عن قطاع المشروعات والبنية التحتية حيث بحسا سبل تعزيز مشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرئي بالإضافة لمناقشة سبل فتح المجال للشركات المصرية للعمل في جمهورية جنوب السودان خاصة في مجالي الكهرباء والطاقة والبترول والبنية التحتية شهد مجلس الشيوخ في جلسته العامة منقشة العديد من التساؤلات حول سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة ريادتها التعليمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة كما تطرق المجلس للدروس الخصوصية وسياسة وزارة التربية والتعليم بشأن ألية تنفيذ التحق أطفال التوحد بالمدارس موسيقى جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ ليوصل مناقشة عدد من القرارات والقوانين الهامة وطرح العديد من النقاشات الجلسة العامة شهدت العديد من تساؤلات النواب حول سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة ريادتها التعليمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة فضلا عن التطرق للدروس الخصوصية وكذلك طرح مناقشات حول سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية بشأن أليات تنفيذ التحق أطفال التوحد بالمدارس مشروع بناء الإنسان المصري هو أول البنود على أجندة الجمهورية الجديدة بل هو أهمها على الإطلاق الحقيقة يأتي التعليم ويكون هو مفتاح هذا البناء وإذا كنا جدين في بناء مصر الجديدة فيجب الاهتمام بالتعليم ويعني الحقيقة هذا نلمسه جميعا من اهتمام الدولة الآن لأنها تسير في هذا الاتجاه ذاك العديد من المقتلحات التي نرى قد تأتي لفعا في سبيل عودة المدرسة اللي سابق عدها ومؤسس الدوراء الرياضي في المنظومة والعملية التعليمية بشكل عام رقم واحد تجبل أدنى شك إلى تطويل المناهج الدراسية على كل المستويات بداية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة السنوية رقم اثنين الاختيار الجيد للمعلمين حيث اعتبر المعلم هو أساس العملية التعليمية مما يتطلب تعافر صباتهم معينة في مست الالتزام بتقديمها المعرفة وتطويرها عند تقديمها طلبة رقم ناتا تطوير دول الأخصاء الاجتماعي في المدارس حيث يعمل الأخصائيين الاجتماعيين كخبراء في الصحة النفسية والعقلية وقادة في التنمية الاجتماعية داخل المجتمع المدرسي كما أنهم منصق العلاقة بين المدارس بين العائلة معروف أن التعليم أساس لكل التقدم في كل زمان ومكان ولذلك تهتم الدولة المصرية والحكومة المؤقرة بتطويره بشكل ملموس ولا يستطيع أحد إنكار هذا سيادة الرئيس للتعليم منظومة متكاملة تقوم على ركائز أساسية وهي القدرة المؤسسية وهي الأبنية المختلفة وتجهزها والمعلم والمحتوى التعليمي وطرق تقديمه وتوصيله للطلاب ثم تأتي في النهاية مرحلة أو كيزة التقويم وهي الامتحانات والمنظومة الامتحانية بشكل عام من جهتها أوضحت الحكومة أن التعليم قضية مجتمع وأن الجميع شركاء فيها باعتباره قاطرة التقدم لمصر الحكومة أشرت كذلك إلى أنها بذلت الكثير من الجهود لعودة الطلاب للمدارس حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الحضور بلغت أكثر من 87% عن طريق جذب الطلاب سواء بأعمال السنة أو بتقديم العديد من الأنشطة الترفيهية للطلاب من بينها اليوم الرياضي والفني وكذلك الثقافي لاكتشاف ما يمتلكونه من مواهب وهكذا يواصل المجلس أداء أعماله وترحى القضايا الهامة التي تشغل المجتمع لإيجاد حلول جذرية لها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من نواب مجلس الشيوخ أن الدولة تتولي اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية مشاديدنا في الوقت تاته على ضرورة تأهيل المدرسين لتحسين جودة التعليم التعليم مسؤولية مجتمعية مسؤولية التلاتة مسؤولية كلية الأمر مسؤولية المعلم مسؤولية الطالب في قامة الرئيس الفتاح السيسي مهتم اهتمام بالك بالعملات التعليمية مثلها مثل محور الصحة الواقع النهاردة تحدثنا عن بعض الطلبات أنا كان لديك كلمة خاصة بزوية الهمم أو أطفال التوحد بصفة خاصة كان فيه قرار معلي وزير 2250 لسنة 2017 بدمج الأطفال من زوية التوحد إلى المدارس طلبت النهاردة بتفعيل هذا القرار مهمة أول بالنسبة لتطوير قضايا التعليم في الوقت الحالي أن احنا عندنا عملية تأهيل المدرسين وعملية الليجان التقييم اللي بتقيم احنا بنقول أن يجب أن تكون كليات التربية هي المعيار اللي بتحدد المعيار المطلوبة للمدرس المؤهد افتتح معرض أهلا رمضان للسلع الغدائية والرمضانية بمركز إيتيال بارودة لعرض السلع الغدائية واللحوم بالأسعار التنافسية والتي تقل عن متيلتها بالأسواق بنسبة تصل من 25 إلى 30% من جهتها تفقدت نائب محافظة البحيرة نهال بلبع أقسام المعرض والذي يضم 12 جناحا لكبرى شركات المواد والسلع الغدائية وأجنيحة للسلع الأساسية والمعلبات بأنواعها وأخرى لبيع اللحوم والخضروات والفاكهة والأسماك والمجمدات انطلقت بالوحدة الصحية بأم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة صحية أعمال القافلة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاق لـ 242 حالة بمختلف التخصصات الطبية كما تم إجراء 21 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاق بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجامعي أهلي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر موجودة عندنا كل الأدوية لكل التخصصات الناس هنا عندنا بتيجي تكشف في كل التخصصات وتيجي تصرف العلاق كله بالمجان تبع مبادرة حياة كريمة هنا في قرية الحويطات بمجم بمتابعة الحوامل ومتابعة الحالات التي تبقى متعرضة لظروف حامل ومشاكل في الحامل وطبعا الناس بتكون في مسيس الحاجة وفي انتظارنا على أساس المتابعة على أساس صرف العلاج وعلى أساس بنجوم بعمل التحاليل وكله ده بدون مقابل القفلة العجيب تقدم جميع الخدمات الطبية سواء كانت بطنة، أطفال، النساء، متابعة الحمل تقديم وسائل تنظيم الأسرة، تحاليل صرف العلاج والوسائل بالمجاني فيما يخص تنظيم الأسرة نحن عندنا هنا بنقدم الخدمات في العادات السبتة وفي العيادة المتنقلة جميع الأساس المتوفرة، سوكتر حبوب مركبة، الحقن بنوعيها نظمت وزارة الصحة قافلة طبية ثمجانية بقرية الملاكة تابعة لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة حياة كريمة تم الكشف خلالها على ما يقرب من 600 مواطن ضمت القافلة كل تخصصات طبية بالإضافة إلى سيدلية تتوافر بها كافة الأدوية كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مجانا تأتي تلك القافلة ضمن خطط القوافل الطبية المجانية في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية قافلة فيها معظم التخصصات الطبية البطنة الجراحة النساء الجلدية الأطفال الأنف والأذن بجانب تنظيم الأسرة معي جهاز أشعة ومعمل دم وطفاليات معي 99 صنف من العلاج الصرفي بالمجان وأحالة أي حالات محتاجة أي تخصصات أخرى أو تدخلات جراحية بالتنصيق مع مؤسسة حياة كريمة للمستشفيات الجامعية والمجمع الطبي بالإسم عليه والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد لدى مصطفى ميزار فضل مصطفى شكراً إيمان منصور وشكراً هيب حسين أهلاً بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة انتهت محافظة الوادي الجديد من زراعة 300 ألف فدان بمحصول القمح في الموسم الجديد حيث من المستهدف الوصول إلى زراعة 400 ألف فدان خلال الأيام القادمة كانت محافظة الوادي الجديد قد قامت بزراعة 342 ألف فدان في العام الماضي وفرت ما يقرب من 540 ألفة من أجود الأقماح في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لتواصل مكاسبها من الأسبوع الماضي على خلفية توقعات أقوى من التعافي الاقتصادي المتوقع في هذا العام في الصين أكبر مستورد للنفط هذا وقد زادت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 1.34 من 100% لتصل إلى 88 دولار و 80 سنة للبرميل كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيطة الأمريكية بما نسبته 96 من 100% لتصل إلى 82 دولار و 42 سنة للبرميل كذلك قد صعدت أسعار المزودة عالميا هي الأخرى بما نسبته 91.92 من 100% لتحقق 3.42 دولارات للتر هذا وقد ارتفعت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بما نسبته 10.24% لتسجل 3.49 من 100 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تباينت برصات الخليج في ختام التعاملات حيث ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 38 من 100% كما ارتفعت المؤشرات في برصة الكويت ليصعد المؤشر مؤشر السوق العام بنسبة 81 من 100% في المقابل تراجعت أسواق المال الامراطية وكذلك هبط المؤشر العام لبرصة البحرين بنسبة 3 من 10% خاسرا ما يقرب من 53 من 100 نقطة أساس في وولد ستريت فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع في بداية أسبوع آخر حافل بنتائج أعمال الشركات وصعد المؤشر دردونز الصناعي بنسبة 19 من 100% كما فتح المؤشر ستاندرد أندبورز 500 مرتفعا بنسبة 14 من 100% هذا وقد ارتفع المؤشر نصداك المجمع بنسبة 28 من 100% في الأسواق الأسيوية قفز المؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1% مقتفيا أثر زيادة شهدتها وولد ستريت في الأسبوع الماضي بقيادة الأسهم المرتبطة بالرقائق وأنهى المؤشر التعملات على ارتفاع بنسبة 31 من 100% من بين 225 سهبا مدرجا على المؤشر ارتفع 182 وتراجع 39 واستقر أربعة أسهم كما صعد المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا بنسبة 96 من 100% وارتفع سهم توكيو ألكترون العملاق لمعدات تصنيع الرقائق بنسبة 52 من 100% انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال مشاهدين الكرام لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة ونعود للاستكمال ما تبقى مع هبة وإيمان شكرا لك مصطفى شهدت مستشفى الحميات والجهاز الهضمي بأسيوت أحد أكبر مستشفيات الحميات بصعيد مصر أعمال تطوير ورفع الكفاءة تكلفت أعمال التطوير نحو 52 مليون جنيه وذلك بهدف خدمة أهل الصعيد وتطوير الخدمات الصحية المقدمة له في إطار دعم الدولة لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية انتهت محافظة أسيوت من تطوير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي أقدم أكبر مستشفيات المحافظة بتكلفة 52 مليون جنيه طفرة في تطوير أقسام مستشفى الحميات بدأت بخمس عيادات خارجية جديدة وتطوير استقبال المستشفى وتطوير معامل للمستشفى حميات أسيوت وإمدادها بأجهزة حديثة خط سير العيان بداية يكون من آيات الجهاز الهضمي في مبنى العيادات وبعدين هناك المريض بيتفحص وبتعمله تحليل ولو تقرر أن يكون لي محتاج أن يتعمله منظر بيدخل عندنا وبيتعمله فتنس أو ليقل عمل المنظر الطبي والاستقبال المزيد من الحالات المرضية وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى شهدت المستشفى أعمال تطوير ورفع كفاءة حيث شملت تطوير وحدات وأقسام العيدات الخارجية والكل الصناعي والحضانات والقسرة التشخيصية والعلاجية والرعايات المركزة والعمليات وغرف إقامة المرضى وزيادة السعة السريرية هنا بالنسبة للمعمل لحيات الأجهزة اللي بنشتغل عندنا كيميا بنشتغل عندنا مايكرو بنشتغل عندنا سيروليجي وفيه عندنا اتنين جهاز سي بي سي بالنسبة للسيروليجي بنشتغل الـ HIV وفيروس سي والبي وفيروس الـ A بنشتغل على حالات العناية بنشتغل على حالات الغسيل الكلوي بالإضافة عندنا برضو فيه جهاز إي بي جي وجهاز الإلكتروليجي تملاح وعندنا اتنين جهاز كيميا تطوير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي بأسيوت يعد إضافة جديدة إلى المستشفيات الصحية والوحدات المتميزة والمراكز الطبية التي تم إنشاؤها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم واستعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي أنحاء الجمهورية فالآن مشاهدين نتابع مع حضراتكم أخبار الرياضة أخبار الرياضة بمنافستها المختلفة مع مصطفى ميزار مرة أخرى شكرا من جديد هذا وشكرا إيمان أهلا بكم مشاهدين الكرام في إلى عالم الساحرة المستديرة ونتابع في هذه الجولة فزا فريق إيمبي على مضيفه فاركو بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد بورج العرب في الجولة الخامسة عشر من منافسات الدور المتاز بهذه النتيجة رفع إيمبي رصيده إلى ثلاثة عشرة نقطة في المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد فاركو عند الثلاثة عشرة نقطة في المركز الثالث عشر حسم التعادل الأسلبي دون أهداف مباراة الإسماعيلي وأسوان في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدور الممتاز بهذه النتيجة يستمر النادي الإسماعيلي في المركز الأخير بينما يحتل نادي أسوان المركز التاسع برصيد ثمان عشرة نقطة كما أفاز الاتحاد السكندري على نظير حرص الحدود بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهم على ملعب استاد الأسكندرية ضمن منافسات الدور الممتاز بهذا الفوز رفع الاتحاد السكندري رصيده من النقاط إلى خمس وعشرين نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد فريق حرص الحدود عند إحدى عشرة نقطة في المركز السابع عشر في البطولة ذاتها حسم التعادل السلبي مباراة سيراميكا كيلو فترة وطلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدور الممتاز بهذه النتيجة مشاهدي الكرام ارتفع رصيد فريق سيراميكا كيلو فترة إلى سبع عشرة نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري بينما ارتفع رصيد فريق التلائع إلى خمس عشرة نقطة في المركز الثاني عشر يدخل منتخب مصر للشباب موليد 2003 معسكرا مغلقا في الإسماعيلية يستمر حتى الحادي والثلاثين من يناير الجاري استعدادا لبطولة أمم إفريقيا تحت عشرين عام هذا وتصدف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال شهري فبراير ومارس القادمين كانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وجود منتخب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم موزنبيق والسنغال ونيجيريا اشتركوا في القناة يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد رجال آخر مباراة في الدور الرئيسي في بطولة العالم والمقامة حاليا في بولندا والسويد النسخة التي تستمر حتى 29 من يناير الجاري حيث يواجه منتخب مصر نظيره الدنمرقي تشير نتائج المباراة إلى تقدم الدنمرق بفارق سبع نقاط حتى الآن كان المنتخب الوطني قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره البحريني بنتيجة 26-22 يوم السبت الماضي في ثاني مباراة الدور الرئيسي في بطولة العالم ليضمن التأهل إلى الدور ربع نهائي هذا وقد شارك منتخب مصر 17 مرة في بطولة العالم لكرة اليد وحقق المنتخب مراكز متقدمة في عدد من البطولات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أشكرك مصطفى أدى هطول الأمطار الغزيرة والثلوك في ألبانيا إلى انقطاع الطيار الكهربائي والمياه وتعريض المنازل لخطر وقطع الطرق في الأثناء نشرت السلطات الألبانية أفرادا من الجيش في المناطق المتضررة لمساعدة السكان موجة شديدة من الأمطار الغزيرة والثلوك تنهمر على ألبانيا وتؤدي إلى انقطاع الطيار الكهربائي والمياه وتبر السكان على إخلاء أجزاء من ريف ألبانيا وظل نحو ألفين هكتر من الأراضي مأمورا بالمياه في شمال غرب ألبانيا حيث فاض نهر دريني وأنهار وجداول أخرى أصغر وقد أدى ذلك إلى تعريض المنازل للخطر وقطع الطرق المحلية ونشرت السلطات أفرادا من الجيش في المناطق المتضررة لمساعدة السكان الأمطار الغزيرة والثلوك غمرت المنازل وعطلت الطرق حيث كانت الشاحنات العسكرية الثقيلة وحدها قادرة على السير على الطرق الجليدية وفي شرق البلاد تركت مجتمعات ريفية معزولة بعد تساقط الثلوك بكثافة حتى 25 سنتيمتر ما أدى إلى قطع الطرق المؤدية إلى بعض القرى النائية كما تم إغلاق بعض الطرق الرئيسية مؤقتا وطرقت عدة مناطق بدون كهرباء بسبب الأضرار التي ألحقت بشبكة الكهرباء كما أغلقت المواني مؤقتا أيضا وأرسل مئات من قوات الجيش والشرطة إلى المناطق المهددة والآن مع أخبار التقصر نتحاول فيها من جديد إلى مصطفى مزعر شكرا إيمان جديد على هذا العرض شكرا أيضا هبة أهلا بكم مشاهدين الكرام في محطتنا الثالثة والأخير نستعرض فيها مع حضرتكم أحوال التقص ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله يتطع خبراءة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء تقص بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الواجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيب مائل للدفئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد وبارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة في الجنوب وفيما يلي مشاهدين الكرام بيانهم بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية نبدأها من محافظة القاهرة فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 21 درجة والصغرة 11 درجة الجو فيها يكون معتدل في الأسكندرية 20 درجة 11 يكون الجو معتدل أيضا في مطروح 19 عشر الجو فيها معتدل في برسعيد 2013 الجو معتدل في الإسماعيلية 21 تسعة يكون الجو أيضا معتدل أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 21 درجة والصغرة 10 درجات ويكون أيضا الجو فيها معتدل في العريش درجة حرارة العظمى هناك 19 درجة والصغرة 9 درجات الجو فيها مائل البرودة في طابة 20-10 معتدل في شرم الشيخ 25-15 يكون الجو فيها معتدل في الغردكة 24-13 الجو فيها أيضا معتدل أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 25 درجة بئوية والصغرى 8 درجات يكون الجو فيها معتدل في أسوان 27 درجة والصغرى 10 درجات الجو فيها أيضا معتدل في الوادي الجديد 24-5 معتدل في شلاتين 26-16 يكون الجو معتدل وأخيرا في حلايب 23-18 الجو فيها أيضا معتدل الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الآن مشاهدين الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة اللقطة الأبرز لهذا اليوم نعم جواني شايت عددوا لقد صعي رح انظر إلى التقليل نعم 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 سينها نعم ملائع الحاوم من خوف كنت تشاهدت موجودا، هي تخزير الفرن سوى سوى صحيح انت رنت ريف على الهدف نهاية النشرة ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار الرئيس السيسي يبحث مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية التعاون التنائي ودعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في احتفال الشرطة بعيدها الرئيس السيسي يؤكد نجاح مصر بنسبة كبيرة في القضاء على الإرهاب ويسني على رفض الشعب لدعاوى الهدم والتدمير والفوضى بعد عام من توقف استئنف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت بتوجيه الاتهام لخمسة مسؤولين والإفراج عن خمسة آخرين فتام النشرة لكنت ساعة متواصلة مع حضراتكم مع يوسف الحسيني مساء الخير يا يوسف زكي أمان زكي هيب حاولين أخباركم كل حلو تبعتوا الاحتفالية النهاردة بتاع تعيد الشرطة ألا لا أكيد حلوة حلاوة كل سنة وكلهم طيبين وكل أبطال مصر طيبين من الشرطة ومن الجيش والشعب المصري برضو بطل أساسي في الوطن شعب مصري ده بطل عظيم تاريخيا بطل عظيم يعني حتى النهاردة بالمناسبة على ذكر كلامك كان جزء من الاحتفالية ما قبل 25 يناير 52 يعني إيه اللي كان بيحصل في الإسماعيلية وإزاي كان المواطن العادي زائد الزباط بتوع الشرطة وقفين في قش الاحتلال أنا لفت نظري إنه مش بس بقى اللي معروض قدامنا على الخشبة المصرح كان محطوط عرض حلو جدا للقصصات من الصحف اللي كانت صدرة أنا ذاك فبتتعامل بالتروجيكتور على الحيطان حوالينا وإحنا قاعدين في القاعة في أكاديمية الشرطة لازم تعود يتقري اللي مكتوب إحنا شعب عظيم غالبا أكتر مما يجب ده مجد من شهر سبحان الله يعني ما فيش عظمة أكتر من يعني التضحيات وبطلاط رجال الشرطة اللي بيقدموا أرواحهم ما فيش أغلى من الروح حقيقي يلا ربنا يا رب يرحم كل اللي راح ويدي الصحة للي موجودين ويحفظهم جميعا أشكرك إيمان أشكرك أهبة وهستأذنكم بقى ننطلق ونبدأ فقراتنا في التاسعة هذا موالي صحيح